الحرب كطريق للسلام في اليمن خيار يبدو اجباريا بالنسبة للشرعية في مواجهة ميليشيا الانقلاب وزير الخارجية عبد الملك المخلافي اكد ان العمليات العسكرية التي انطلقت في الساحل الغربي باتت ضرورية من اجل اعادة احياء المسار السياسي المسار الذي فشلت فيه جولات متعددة من طاولات حوار وخطط سلام باقناع تحالف الانقلاب في القبول باي تسوية سياسية حتى ولو كانت لصالح بقائها شريكا مستقبليا في حكم اليمن التغيرات العسكرية على الارض بحسب المخلافي وحدها من تجبر الانقلابيين على الخضوع لمنطق الحوار وتتزامن هذه التصريحات مع تحركات للمبعوث الاممي في المنطقة يأتي هذا التحرك الاممي بعد تأجيل مجلس الامن طرح الملف اليمني في اجندته وهو ما فسره مندوب اليمن في المجلس خالد اليمني بكونه فرصة جديدة تمنح للمبعوث الاممي من اجل التحرك لاحياء عملية السلام تحرك يأتي في ظل جمود واضح تمر به العملية السياسية ويشكك محللون في ان هذا التحرك ربما يعمل على عرقلة استمرار الانتصارات الميدانية للجيش الوطني في معظم الجبهات ترجمة نانسي قنقر